هذا وارتفع رصيد الجزائر من الذهب بعد فوز الملاكم يحيى عبداللي في وزن 63 كيلوغراما على منافسه الإيطالي جيانلوجي مالونغا في المنازلة النهائية التي جمعتما بقاعة إيمعك كما توجى العداء الجزائري بلال غافر بالميدالية عقر أقول بالميدالية الذهبية في اختصاص القفز العالي حيث تمكن من تسجيل قفزة قدرت بمترين و24 سنتيمترا محققا رقما قياسيا شخصيا جديدا له في هذا التخصص ليرتفع رصيد الجزائر إلى 15 ميدالية ذهبية